والبداية من تحمل المسئولية الدولية والعربية تجاه ما يحدث في غزة اليوم وحالة الحصار وضرورة إصال المساعدات لقطاع غزة ورسائل عديدة الحقيقة تخللها حديث أسايد رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالطبع زي ما حضرتك فضلت وقشرت في هذه المقدمة بليغة الدلالة الحقيقة أنا أعتبرها مقدمة بليغة كلمة فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي تعنون مباشرة بصوت الرشادة والعقل صوت السلام وسط عالم تحكمه غطرسة القوة والرغبة في فرض سيطرة الأقوى فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن السلام خيارا مصريا استراتيجيا ليس في الفترة الأخيرة التي تولى فيها سيدات وسودة الحكم ولكنه خيار للدولة المصرية التي حربت من أجل السلام عندما حربنا كنا أهل حرب وكنا نستطيع أن ننتصر في الحرب وعندما أردنا السلام نزعنا إلى السلام أنا قادر أفهم كويس جدا رسالة مهمة جدا في الأول الحقيقة بتكلم عليها تحمل الأطراف الدولية المسؤولية وليس الأطراف العربية الأطراف العربية بزلت وما زالت تفزل ما تستطيع من جهد من أجل حل حالة هذه القضية المستعصية وسط تطرف وعنصرية شديدة من قبل جيش الاحتلال وسط دعم غربي محموم علشان أدر أفهم السياق ده لازم أفهم سياق عالم الحرب البردة الجديدة أنت بتتحدثي عن عالم ما بعد كورونا واندلع الأزمة الروسية الأوكرانية لازم نشوف العالم شكله عامل إزاي العالم به حرب بردة جديدة ليست في روسيا أوكرانيا فقط ولكن في أقارة الأفريقية في منطقة الأسيوية في مضيق تايوان منطقة الممرات حول العالم بالكامل منطقة لأنها المناطق المتحكمة في التجارة تخضع لنفوذ وصراعات قوة متعددة لكن السابت في الأمر أن الهيمنة الغربية تتعرض لإشكاليات عديدة في هذا التوقيت وأن نظام القطب الأوحد الذي كان يسيطر على العالم في طريقه إلى التحلل وأن عالم ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية وهذه الأزمات المتعقبة في عديد من بقاء العالم مؤكد أنها ستشهد نظاماً عالمياً جديداً